موسيقى مشاهدين اهلا بكم الى الاخبار الرياضية تحسبا لذهبية الدورة السادس عشر من مباراة كأسي لكم في ديرالية الافريقية لكرة القدم يواصل ممثل الجزائر الاول شباب الوزداد تحذيراته لمواجهة نادي ناكناراد ديفيلز على ملعب عشرين اوت بالعاصمة غدا الثلاثاء كريم ايت عثمان يجدد شباب الوزداد العهد مع المنافسة الافريقية لتتواصل اذن المغامرة في كأس الكاف مع الدورة السلس عشر حيث يستضيف منافسا زنبيا سبق وانواجه عديد الانديا الجزائرية وخصر ناء كأس افريقيا امام شبيبة القبائل انه نادي كناراد ديفيلز الذي يقول عنه مدرب الشباب فريق قوتك تجسد كذلك بانه كيش جل اهداف كثيرة جدا فريق عنده مهاجمين دوليين من كونغو عنده ضاير ايصر في المستوى عنده سبعات اللاعبين في المتخب المحلي فريق اللي اظن بانه اخر اخر مشاركة شارك فيها كانت واحد دوري بكينيا واللي حرز على اللقاب ولكن هذا كيبين بانه انا كل ما تكون فريق كبيرة اظن ما كنتخوفش منها اكتر لاننا عارف فريق دينا كبيرة كده ابناء العقيبة لا يريدون التنازل عن رهان التأهل الى دور المجموعات رغم الوضع الصعب للفريق في بطولة هذا الموسم السيئة لانا نقشو فترة صعبة شوية ان شاء الله نخرج من الستوى سيئة سيئة ان شاء الله نطلع الفارق نظن ما يستهلش يتواجد في المرتبة اللي رأي فيها الضغط على الباقاء والضغط على المبارايات عنده عامل فدل في نتائج هاجو ان شاء الله دقا عندنا احنا مباراة تاكس افريقيا ان شاء الله نحقه نتجة ايجابية اصرار العناصر البلوزدادية ورغبتها في نسيان التعطر الاخير امام اولمبي الامدية في البطولة والرغبة ايضا في حضور جماهيري قوي من شأنه ان يصنع الفارق اذا ومباراة شباب بالوزداد وندي ناكان على الديفيلز يمكنكم مشاهدين متابعتها غدا بداية من الساعة الخامسة مساء مباشرة على القناة الارضية وكانال الجيري ممثل الجزائر الثاني في منافسة كأس الكونفيدرالي الافريقية لكرة القدم اتحاد والعاصمة سيبدأ غمار المنافسة خارج قواعده بمواجهة نادي مانيما من الكونغو الديمقراطية يوم الاربعاء بداية من الساعة الثانية زوالا اما في رابطة ابطال افريقيا ولحساب ذهب الدور السادس عشر سيوجه فريق ملودية الجزائر فريق مونتين اوفاير النيجيري امسية الاربعاء بداية من الساعة الرابعة مساء ممثل الجزائر الثاني في رابطة ابطال افريقيا باقستيف تنتظره السفرية الى غانة لمواجهة ناديو دانا ستارز والمباراة مقرر الاربعاء بداية من الساعة الرابعة مساء في كرة القدم دائما وفيما يخص المباراة المتبقية من دور ربع النهائي من كأسي الجزائر بين شبيبة القبائل واتحاد البوليدة تقرر اخيرا اجراءها على ملعب خمسة جويليا الولمبي في حين لم يحدد بعد تاريخ اجرائها قدم المدرب كريم خودة استقالته من العارضة الفنية لشبيبتي الصورة بعد بضعة سبيع فقط من توليه العارضة الفنية للفريق وكانت الشبيبة قد اقصيت السبت المنصر من الدور ربع النهائي لكأسي الجزائر على ميدان اتحاد بالعباس بنتيجة هدفين لوحد وكان خودة قد خلف فؤاد بوعلي بعد الجولة الثامن عشر والتي خسرت خلالها شبيبة الصورة امام مستضيفها اتحاد البوليدة بهدف نظيف في الكرة الطائرة ولحساب البطولة العربية للاندية البطلة المزمعة بالقاهرة ما بين السادس والخمس عشر مارس الجري اوقعت عملية القرعة نادي نجمة تشلف في المجموعة الثانية وستباشر ممثلات الجزائر الوحيدات في المنافسة يوم غد نتولثاء امام نادي قرطاج التونس حامل لقب الطبع السابق ثم نادي بفايا الكاميروني لحساب الجولة الثانية لحساب الجولة الثالثة ستواجهنا نادي هراري سيتي الزيمبابوي اخر لقاء في الدور الاول مقرر مع نادي قوات الدفاع البوتسواني نهاية الاخبار الرياضية شكرا على المتابعة امسي طيبة اشتركوا في القناة